موسيقى السلام عليكم تفضل حضرة صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه ملجها التهنئة لأبناء شعبه الوفي وكل قاطن على أرض الوطن الغالي وللأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك جاء ذلك في بيان صادر من ديوان البلاط السلطاني فيما يأتي نصه استشرافا لإطلالة هلال رمضان المبارك لهذا العام 1443 للهجرة واستبشار المسلمين في كافة بقاع الأرض بقلومه حامدين العزيز القدير على أن أنعم عليهم ببلوغه تفضل مولانا حضرة صاحب الجلال السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه موجها التهنئة لأبناء شعبه الوفي وكل قاطن على أرض الوطن الغالي وللأمة الإسلامية بحلول الشهر الفضيل وداعيا الله سبحانه أن يفيض على سائر المسلمين بنفحات أيامه وعطاءاته وأن يعيد هذه المناسبة الجليلة عليهم وهم يهنؤون في تمام الصحة وموفور العافية ونعمة السلام وإذ يولي جلالته أبقاه الله حرصه الحثيث على سلامة المواطنين والمقيمين في هذا البلد لا يؤكد على أهمية الاستمرار في الالتزام أفرادا ومؤسسات بالإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية في التعامل مع جائحة فيروس كورونا تماشيا مع المعطيات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة أسبغ الله وافر النعم ظاهرها وباطنها على مولانا حضرة صاحب الجلال السلطان المعظم وأبقاه ذخرا وفخرا للوطن العزيز وأهله والمقيمين عليه وكل عام والجميع في هناء ورخاء